زار وفد من الكونغرس الأمريكي رفيع المستوى مدينة العريش وضم الوفد كل من السناتر كريستوفر فان هولن والسناتر جافري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي وهيرو جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة وضع الوفد الأمريكي على الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسستها لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية الخاصة بالشعب الفلسطيني في غزة بعد وصولها إلى مدينة العريش حتى إيصالها إلى قطاع غزة